تمكنت أفراد الشرطة القضائية لمصالح أمنية العاصمة من تفكيك شبكة مختصة في ترويج الأقراص المهلوسة في العاصمة وضواحيها العملية مكنت من حجز أكثر من خمسة ألاف قرص مهلوس وأسلحة بيضاء خطيرة ومركبتين سياحيتين تستعمل لنقل المادة السامة ومبلغ مالي معتبرة تغطية كانت لياسمي نديمي في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها لا سيما تلك المتعلقة بالاتجار غير الشرعي في المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لحسين دي من إيقاف وتفكيك شبكة إجرامية منظمة يتمركز محور نشاطها بين ولايات البوليدا قسنطينا والجزائر العاصمة هذه العملية النوعية جاءت استغلالا لمعلومات وردت إلى ذات المصلحة مفادها وجود شبكة إجرامية منظمة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية النقل التخزين الشحن والتوزيع بعد وضع خطة محكمة واستكمال جميع الإجراءات القضائية اللازمة بالتنسيق مع نيابة المحكمة المختصة إقليميا تمت الإيطاح بأفراد الشبكة الإجرامية البالغ عددهم أربعة أشخاص تتراوح عمارهم بين 25 سنة و 38 سنة العملية مكنت من حجز كمية معتبرة تقدر بـ 5123 قرص مؤثر عقلي مركبتين سياحيتين وشاحنة نفعية صغيرة الحجم كانت تستعمل كوسيلة نقل هذه المادة السمة وأسلحة بيضاء